السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشاف صلاح البتني قبل ما نبدأ على فيديو تاناة عنها اليوم لا تنسوا تسلموا على رسول الله لأفضل صلوات دائما مستمرين مع حلويات عيد الفطر واليوم إن شاء الله رح نشارك معكم وصفة مقروط الكوشة طريقة سهلة وبسيطة رح نعطيكم أسرار نجاحه رح نعطيكم أيضا سر لي خلي عجينة الطمر أو الغرس يجي طري وما يجيكمش يابس وأيضا يجي مبسس يجيروها خليكم ضكوا معلوصا مع المقادر مشاهدة متعة للجامعة نبدأ على بركة الله في طريق تحذير عجينة المقروط أول حاجة رح ندروا ثلث كيلات انتع سميد أنا استعملت سميد العادي تعد دار ذاك تعد الكسرة درت ثلث كيلات النوعية الباهار أنا كيلت بهذه العلبة تعسمين تح 500 غرام ندروا لهنا ثلث كيلات كما كنت شوفوا من بعد لهنا نحاول نفصل لهم باش نقدروا ندروا الملح بهذا الشكل والله هنا بالنسبة للملح عين كميزانك يعني جوست باش نملحو المقروط تعنا ومجينا الصامت لازم نملحوه من بعد ندخلو هذك الملح في هذك العجين ومن جهة أخرى نروح ونجيبوه لسمن تعنا أو سمن المدينة نذوبوه كما كنت شوفوا أنا جاني كيلة غير صبع هذك صبع راح نكملو بالزيت ولكن الزيت حتى نتفيض يعني ما ندروش قد قد ما ندروش من عمروش قد قد لازم نفيضو هذك الزيت لازم تعد سيح هذ الخطوة راي أساسية جربوها ورح تشوفوا البساس هذا هو السل يخلي المقروط تعنا يجيب يعني لازم نفوتوا العلبة هذك بالزيت كما كنت شوفوا بعدها ندخلو هذك الدسم أو هذك السمن والزيت في هذك العجين بهذا الطريقة ومبعد نبدأ ونمحروها براحة اليدين يعني يقولوا نمحروه باليدين بهذا الطريقة حتى نقتلوه هذك الحباء تع السميد حاولوا تخدموها حوالي خمس دقايق حتى العشر دقايق ونتم تخدموها كا حتى نتحسوا باللي السمن عادي يطلق أو عفوا السميد عادي يطلق في الزيت إذن بهذا الطريقة كي تعودو تخدمو بهذا الشكل تكوبروها بهذا الشكل كي ترميوها تولي تحكم لها فورم تحا تلقوها باللي سيبه وراح يشربت هذا السمن إذن نغطيوها ونخليوها بلا ما تخديها تبات ولا جوزت خمس دقايق أو الوقت اللي راح تخدمي في عجين تمر تولي ترجع اللي عجين تاعك اللي هنا بالنسبة للعجين تمر عندي كمية حوالي رضل ولا كيلو ما علي باليش المهم وش عندكم درت له هنا شوي جيلانية درت لها أيضا القرفة تقدروا أيضا تديروه طيب إذا عندكم طيب مرحي عندي هنا ملعقة ما تكونش مملوه أبزاف بتاع زبدة اللي هنا الغرس راح يرجع حسب الكميات تعكم بتاع المقروض اللي راح تستعمله واللي هنا راح ندير المظهر فقط يعني السر باش يجيكم الغرس تاعكم طري هو المظهر هو والزبدة هما اللي يخليوا الغرس يجي طري يعني لازم تزيدي المظهر حتى نشوف الغرس تاعكم ولا طري راح تشوفوا في الأخير القوام كيف شو الله كما كنت شور هنا في البداية راهو عاصي شوية يابس أنا هنا نقيت ونحيط له هذا كل علف نحيط له كلش ومن بعد هنا راني نزيد المظهر بشوية بشوية ما تديرو لما لا زيت لا يديك لا يجيبك ما تديرو ولو فقط الزبدة والمظهر وضيفو المونيكيهات أنا درت قرفة تقدروا تديرو لفاني يعني موش لازم ديرو قرفة والطيب يكفي زيت لها الجلجلانية إذن هكا شتو القوام تعوراهو طول يلصك في اليدين من بعدها تديري شوية زيت في يدك وتشكلي الغرس تاعك اللي هنا بعد ما كملنا هذه العجين التمر نرجعو للسميت تاعنا اللي يخلينا حوالي 10 دقائق اللي هنا قدرت كيلة غير 4 تعمى وكملت الكيلة الأخرى بالمظهر ونبدأو اللمو في العجين تاعنا يعني جوز كي تشوفوه تلم نحطوه على جهة اللي هنا نضيف الماء بالتدريج اللي هنا راي تعاون فيها المهم نضيف الماء بشوية بشوية أو سواء لو كتعبين الماء ومظهر حتى نتحصلوه على العجينة تكون متماسكة بهذا الشكل اللي هنا أنا راي يددتلي حوالي كيلة غير 4 وبقاتلي اللي هنا 4 كيلة معنيش راح نرميها راح نخليه على جهة لأنه أنا اللي هنا راح نخدم غير بشوية كما كنتو الغرس تاعراني شكلته بالزيت درتو حلبش بهذاك الشكل وجدته اللي هنا نبدو نجبدو في هذيك العجين بشوية من بعدها أنصي جامي تشوفوا العجين تاعكم يعني يبس لكم ولا ما زال يحتاج الماء تولي وتسقي ورح تشوفو في الفيديو اللي هنا أنا جبت الكمية الأولى كما كنتو شوفو كيفاش راني نخدم بهذا الشكل حاولو نبسطوها صرتو في المنتصف باش ما يجيكمش حاولو تخدمو بهذا الطريقة باش من بعدها المقرود تاعكم يجي الغرس في النص قد قد ما يجيش مل تحتام عجن فيه العجين بزاف وفوق يجي الغرس ولا باش يجي في النص بهذا الشكل شوفو كيفاش نخدم ومبعد اللي هنا نزيد نحاول نبسط العجين على الجوانب ونبدو نغلق بهذا الشكل والله العظيم غير النتيجة مبهرة يعني جربو بهذا الطريقة وراح تشوفو وبالنسبة للغرس كما قلت لكم المظهر والزبدة ما تدري للماء ولا حتح ولا زيت ولا حتح حاجة يعني فقط المظهر رح يخليهول كي يجي طري ما شاء الله ولازم يعني أيضا السر اللي يخلي الغرس يجيكم نطري هو كيفاش نقولو لازم نخليو الغرس تحنا يكون جاري بزاف ما تخليوش يابس لازم نطريوه بل بزاف كيما شتوا قوام تاعو لانا كما كنت شوفو قسمت هذك الحربوش إلى قسمين وشوفو كيفاش نمشي طراني نمشي في الغرس مع الدقيق لازم بهذا الطريقة شتو كيفاش هكا باش الحربوش تحنا يزلي تطوال وبهذا طريقهم وبعد نعدلوه الهنا إلع الجوانب بهذا الشكل تقدروا تخدموه بهذه الطابع أو لا تخدموه ялتاب حاضا المهم أي شكل كان عندكم لا تخدمو به تقدروا تخدموه به عادي شوفوا كيفاش ن MUSC Q وم بعدنا نجيبو نجيبوا الطابعنا جو اللي راح نطبعوه به اذا خدمة مضيفة ومتقونة وهكا كما تشوفو نبدأو نطبعو بهذا الشكل شوفوا أنا عجبني هذا الشكل المقرود تعيدرتوكم بهذا الطابع هذا وكان الطابع هذا التقليدي لدائما الولدين تعنا كم ليخدموا به أو الأمهات تعنا كم ليخدموا بهذا الطابع يعني محبوب عند الجزائريين إذن هذا هي والحمد لله اللي بلدنا يعني عندنا هذا الحلوية التقليدية والجزائر غنية بهذا الحلوية يعني ما كانش بلد اللي عندها حلوية كما عندنا احنا عندنا المقرود عندنا الكروكي عندنا الغريبية عندنا حويش تقليدية ما كان فيه حتى بلد يعني حاولوا تحتافظوا بهذا التراث اللي هنا كما كنت شوفوا جبت بلاتو وراني نحط في الحبات شوفوا الحبات تعيك فيش جوا متحوفين جوا ما شاء الله ما جوش كبار ما جوش صغار ما جوش خشان ما جوش يعني جوا سواسوى أيضا الغرس راهو جاي في المنتصف كما نعتلكم راهو جا سواسوى ذوك راح نكمل كامل حبات تعيب نفس الطريقة اللي هنا كما كنت شوفوا العاجين تعيكي شتوا بدي يبس بديت نضيف له في الماء يعني ما تخافي ما تروحي ما تجي جوش تضيفي له شوية فقط ما تكثريش بزاف هكا تشوفيه ترا وأيضا حبيت نقول لكم اللي هنا باللعجين تاع المقارود راهو ما يتعجنش راهو فقط يتلب هذا ما كان ونكمل بهذا الطريقة شوفوا كيفاش راني نخدم هكا باش نزيد نمشي هذك الغرس في اللعجين الداخل بهذا الطريقة وذكرة حنطبع بنفس الطريقة أنا فقط حبيت نكرر لكم العملية باش تستفدوا أكثر وأكثر اللي هنا حاولوا تضغطوا ومبعد نعدلوها على الجوانب ونجيبوا لهنا هذك الكوبات هذي المشرشفة ونبدأوا نشرشفوا لهنا أو عفوا نقطعوا في الحبات تانو هكا ومبعد كي مشتوا حطيتهم في البلات نحفوتها الفرن على 180 درجة طيبوا ملتحتهم زيدوا نعطيوا تحميرها خفيفة من الفوق وهذه هي النتيجة الأخيرة شوفوا كيفاش يجا محمر الحبات ملتحت من الفوق روعة 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 يعني حاجة فضة رنضيفة ما تخمي ما تروحي ما تجي وحاجة سهلة ما تديش منك وقت أنا صراحة هذيك الكمية راي دارت لي زوش بلاتوات هذي البلاتو اللي كنتشوفوا فيه دارت لي منه زوش بلاتوات يعني كمية لبأس بها تحبوا تضعفوا المقادر بطبيعة الحل راح تتكبروا في هذيك العلبة يعني العلبة تعسمة اللي تشريها هذيك اللي تكيلي بها فهمتي اللي هنا بعد ما طيبتوا كامل شتولاتيكستور تعود يعني جيم بسس ما شاء الله راح نزيد نعسل هولكم اللي هنا قدام عينيكم وتشوفوا كين عسله ويتشرب هذيك العسل تشوفوا كيفاش يعطيكم هذيك النتيجة إن شاء الله هنهار العيد نزيد نعسله لكم وتشوفوه في طاولة العيد بإذن الله اللي هنا حاولوك تحطوا المقرودة تعكم في العسل العسل ما تسخنوش بزاف يعني ما يكونش سخون بزاف لازم يكون نوعا ما سخون مش بزاف من بعد تخليوا العسل اللي المقرودة تعكم في العسل حوالي نصف ساعة ولا ربع ساعة على الأقل باش يتشرب مليح تل داخل ومن بعد الهنا أنا نحيتوني ما قطرتوش لأنه كنت صور معكم ازربت والآذن قريبي إذن حاولت إني فقط باش نعطيكم النتيجة شوفوك فاش جاء والله غير جاء ما شاء الله وراني ما خليتوش تعسل للقلب إذن هذه الوصفة النتيجة الأخيرة إذا عشتكم لفيديو تانا تانهار اليوم معليكم إلا تكثروا لي من اللي جام تكمنت ولي اسف الله فيديو إذا عشتكم قناتي معليكم إلا دلوا اشتراك ولا أبنوا ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي ما بقعني نقولكم شاهدكم بالصحة تلقوا في عد آخر صحة فطركم وسلام